اشتركوا في القناة من المراجعات وتركنا في نهاية المراجعة الأخيرة تركناك في السجن عندما اعتقلت ضمن من يعتقلوا لكي ترحل بعد أداء فريضة الحاج وكان ذلك بسبب الأوضاع الاستثنائية التي كانت تشهدها منطقة الحجاز بالذات بعد حادث الجيمان ونحن في المرة السابقة مررنا مرورا عابرا بهذه القصة رغم أنها في الأول من محرم عام 1400 هجرة الذي كان يوافق العشرين من نوفمبر 1979 كان حدثا هز العالم الإسلامي بأسره وذلك أن هذه المجموعة من الشباب والذين يبدو أنهم توهموا أو غرر بهم أن المهدي قد ظهر فدجأوا إلى المسجد الحرام وأغلقوا أبوابه وصارت قصة الله أعلم بتفاصيلها ولكن نتائجها كانت مرعبة ودامية وسفك الدم في أقدس وأطهر بقعة ما الذي كان قبل أن ترجع إلى جدة وتعتقل لا شك أن هذا كان مدار حديث بين من قابلتهم وخاصة في الرياض أو في غيرها من الأماكن ماذا كان يقول هؤلاء الناس في ذلك الوقت إذا كنت تذكر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام والرسول الله نعم هو فعلا كان حدثا كبيرا جدا وهز العالم الإسلامي كله لا سيمة وقد وقع في أقدس الأماكن وأعزها على المسلمين جميعا في قبلتهم في المسجد الحرام الذي كان يدور يومها من حديث باختصار في الرياض بين سائر التقريب من قابلت أن هذه المجموعة يقودها جوهيمان شخص اسمه جوهيمان وجوهيمان هذا كان معارضا هو جوهيمان أظن العتيبي وقابلة التي ينتمي له من أكبر القبائل العربية في منطقة نجد يعني بشكل عام كان معارضا لنظام السعودي وكان مختفيا لمدة ربما أربع سنوات أو خمس سنوات وهم في أصل توجههم عن توجه سلفي بشكل عام فتوهموا أن أحد أفرادهم هو المهدي المنتظر واعتمدوا على الرؤى على أن الكثير من 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 أتباعهم رأى في المنام أنه هو المهدي المنتظر فلما توهموا هذا التواهم و أيقنوا به بعد ذلك فيما بينهم ذهبوا في تطبيق بعض النصوص الواردة حول المهدي المنتظر والتي من بينها أن الحديث عنه يبدأ في المدينة المنورة ثم ينتقل إلى مكة المكرمة ثم يعتصم بالحرم ثم يأتي جيش بعد ذلك للمقتلته فيخصف الله به الأرض في البيداء بين المدينة و مكة فينتصر إذن بمعجزة فذهبوا ليطبقوا هذه النصوص و ظهر في النهاية أنهم قد تواهموا أن ذلك من تلبسه إبليس لأن الله عليه لذلك الحق يستفاد من هذا أنه شوف أهمية العلم العلم بشرع الله سبحانه عز وجل من أهم فوائده أنه يهدي طبعا يهدي صاحبه و يحصله من مثل هذه تلبسات بشكل عام فلو كان لهم فقه العلموا بأن هذه المسألة لا تخذوا بالرؤى على الإطلاق وأن الرؤية ليست حجة و ليست دليل و ليست و ليست و ليست و لذلك بدأ الحديث عنه أنا لما كنت في مكة المكرمة بدأنا نسمع في الحديث أن موضوع المهدي و أن المهدي قد يظهر هذه السنة قبل الحادثة طبعا في موسم الحج في موسم الحج في بعض الأماكن بدأ الحديث ليس منتشرا بين كل الناس و لكن بين البعض أن المهدي سوف يظهر هذا العام و أنه و كذا و أنه و كذا فاعتصبوا بالحرم و انتظروا أن يأتي أن تأتي المعجزة و لكن أهم أتت المعجزة و أن الشاب الذي توهم أنه هو المهدي اسمه محمد ابن عبد الله القحطاني القحطاني نعم و هذا أيضا مما زاد في تلبس عليهم لأنه من النصوص أن اسمه كاسم رسول الله عليه الصلاة والسلام و أن اسم أبيه كاسم أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام و يقال أنه عندما قتل تأيقنوا بأنه ليس المهدي طبعا عندما قتل و عندما لم يخصف الله بالجيش الذي قادم إليهم يعني الأرض تأيقنوا و لكن بعد فوات الأوان فهذا الذي كان يدور باختصار و أنه هذا النبوح محمد بن عبد الله كان طالبا يبدو في جمعات الإمام أيضا قالوا لأنه كان طالبا هنا في جمعات الإمام و أثنوا على سلوكه و أيضا على سيرة الرجل و لكن للأسف هذا من المأساة سبحان الله على عده نرجع الآن إلى الحجز كنت في الحجز تمهيدا لإبعادك مع الذين كانوا محتجزين من من تخلفوا من الحجيج و أذكر أنك ذكرت لي بأنه كان جاء صادفة نهاية الأسبوع فنقلتم إلى السجن تمهيدا لليلة واحدة و هناك قابلت عددا أو قابلت حجيجا من مختلف الأماكن نعم فطبعا بيتنا ليلة هناك ليلة الجمعة يوم الجمعة و ليلة الجمعة فهناك أناس يعني مساكين بعضهم أيضا بقي هناك سنوات يعني دون محاكمة دون محاكمة دون محاكمة لإطلاق نحن في اليوم الثاني أخذنا على على جدة و وضعونا أيضا في مكان للتسفير هذا المكان كان مكتضا بالحجيج فيه ربما آلاف الحجيج و مكان واسع ينتظرون المغادرة ينتظرون المغادرة نعم و الظروف كانت بلغة السوف في ذلك الوقت الظروف يعني الإقامة في هذا المكان سيئة جدا يعني دورة المياه محلودة جدا والناس عانوا كثيرا الحقيقة الذي لطف الله به عجلوا له بالتسفير يعني مكث يوم أو ثلاثة في طائرة سفروا أما الذي طائرة تأخرت واقيا مثلا أسبوع أو أكثر فتعيب كثيرا أنا من الذين لم أمكث طويلا هناك في الحجز أيام عدودة ثم سفرت إلى القاهرة ذهبت إلى القاهرة في القاهرة أنا كان من الجماعة بعض الإخوة يدرسون هناك وخاصة الأخ محمد باولي كان طالبا في جميع القاهرة في قلية الحق وفي الدرسات العلية فذهبت عنده ومكدت معه مكدت في القاهرة مدة الشهر وكان هدفي أيضا أن أحاول التسجيل في درسات العلية في القاهرة بعد أن اعتذرت عن العرض الذي قدم لي في جميع الإمام في الرياض فتصنب بكلية دار العلوم عن طريق أحد الرجال الذين كانوا ما حصل بنا رحمة الله عليه وهو يسمى ماضي الأستاذ ماضي رجل فاضل رجل رباني الحقيقة مما هزني ذات مرة مثلا صلى بنا الصبح ثم أخبرنا بوفاة زوجها وكله ثابات وصبر واحتساب كانت لقطة مؤثرة جدا ثم صلينا طبعا الجنازة وهو الذي صل الجنازة عليها ثم بعد حين ذهبنا إلى كل يد دار العلوم وقابلوا تزيلي في كل يد دار العلوم على أن أحضر لهم استكمل لهم الملف معي بعض الأوراق ليس إلا فلا نريد أنا فهمت منك أنه لا نفصل كثيرا يعني يعني المحطات المهمة التي تشعر كانت فرصة طبعا هناك لزيارة مقر جماعة الإخوة المسلمين ولقاء ببعض يعني رموزها كان منهم أظن شخص اسمه الخطيب أظنه اسمه الخطيب وكان لقاء يعني لحديث في شؤون المسلمين وفي واقع الدعوة الإسلامية في الجزائر على وجه الخصوص ثم في مصر أيضا تبدلنا يعني أطرف الحديث مثل هذه المسائل كان هناك لقاء مع سيدة زينب الغزالي أيضا وسيدة زينب الغزالي طبعا إمرأة مجاهدة وداعية إلى الله سبحانه عز وجل وصلبة وصامدة ولكنها ما كانت تعرف الجزائر كانت معلوماتها عن الجزائر معلومات يعني مأخودة من من يمثل الجزائر تمثيل رسميا يعني من الصفراء والوزارة وهؤلاء مفرصون كلهم يتحدثون باللغة الفرنسية وألسناتهم العربية الكثير منهم كأنها ألسنا عجمية يعني للأسف ويسمعون طبعا عنها من ناحية تاريخية كونها كانت مستمر فرنسية فلما تقابلنا وتحدثت معها بالعربية الفصحة استغربت قالت باللهجة المسرية إزاي جزائري يتكلم عربي فقلت طبعا الجزائر بلد عربي مسلم والشعب عربي مسلم وهو أصيل في العربة والإسلام صحيح خضع للتجهيل فترة طويلة من الزمن وفرنسا منعت العربية وحاربتها ومكنت اللغة الفرنسية كل هذا صحيح ولكن هناك أيضا جهد بودلة من طرف الكثير يعني من أبناء الجزائر العلماء والمناضلين في المحافظة العربية والمحافظة على الإسلام والآن الحمد لله في الاستقلال فيه جهد كذلك طيب مبدول في هذا الجانب فكانت يعني كانت لفتة بالنسبة لي يعني مفيدة لأن لأنني ما كنت أتوقع بأن صورة الجزائر لدى المثقفين يعني في العالم العربي بهذا المستوى من القتامة يعني بهذا المستوى يبدو أنها لم تقابل قبلك من يتكلم العربية هذا الذي أنا أذكر عندما كنت أدرس في مطلع السبعينيات هنا في بريطانيا كان مجموعة كبيرة من طلب الجزائريين ولكنهم كانوا في عالم مختلف في عالم وحدهم وكانوا لا يتكلمون العربية فأيضا نحن كانت تشكل لدينا أنا وزملائي في تلك الفترة انطباع بأن هؤلاء نسوا العربية وتركوا العروبة إلى بعد سنوات عندما بدأ يأتي طلب من الجزائر من الصف الإسلامي بدأنا ندرك أنه لا هناك نمط آخر من الجزائريين صحيح نعم ثم بعدها عدت إلى الجزائر من أجل أن استكمل في الأصل يعني أوراقي ثم أعود إلى القاهرة للتسجيل ولكن لما ذهبت إلى الجزائر نزلت أنا ما أخبرت أحدا بأنني قادم أو عائد إلى الجزائر لأنه ما كلم يكون لعنوان ثابت ولا في هذا الوقت لا هواتف ولا تليفونات يعني ميسورة إلا عن طريق المراكز البريد يعني فذهبت من المطار إلى حي بوراوي حراش لأنه عندنا إخواننا هناك يدرسون هناك ويقطنون هناك في الحي ليقضي معهم ليلة ثم وسافر إلى سكيدا وكان الشخص الذي ذهبت إليه هو الشخص المكلف من طرف الجماعة بشؤون الجماعة في حي بوراوي وهو الأخف أدلموش فاستغرب لما وصلت إليه يعني كانوا يظنون كيف ستقيم في السعودية ليس كذلك لا استغرب كيف جئت ولماذا جئت فعندها أخبار أني بأن القيامة من ورائي قد قامت وهم بحثوا كيف يتصلن بي بكل الوسائل والطرق وما وجدوا لذلك سبيلا تصلوا بالمكان الذي كنت فيه في فرنسا أرادوا أن يرسلوا الوثائق يطلبون مني تغيير الباسبور وتريث وعدم العودة إلى الجزائر إلا بعد مدى معينة ما الذي حصل فحصلت الترابات كبيرة في جامعة قسنطينا منطقتكم في جامعة قسنطينا وطبعا وجهوا الاتهام لشخصي بأن الذي يقف وراء هذه الترابة وفلان وبحثوا عني في كل مكان فلم يجدوني معنى أنك لم تكن موجودا أي لم أكن موجودا فاعتقلوا الوالد والدي أبي يعني فاعتقلوه وحققوا معه فقال لهم ولدي سافر منذ كذا وكذا ليس هنا في البلد فاستغربوا يعني هذا الخبر وتأبعدين ذهبوا إلى المطار وتأكدوا فعلا من خلال مراجعة قوائم المسافرين تأكدوا بأن قد سفرت منذ يعني مدة فعندها تركوا فبعد ذلك لما وقعت أحداث الحرم التيار اليساري في الجزائر الشيوعيون في الجزائر روجوا تهمة أن فلان عالموا أنني خرج وأنني ذهبت إلى الحج فعالموا بأن فلان خرج خصيصا لكي يشرف على هذه العملية النكراء التي وقعت في الحرم أعوذ بالله ربطوك بالحدث ربطوني بالحدث بل أنا من وقع خرج لهذا الغرض وأنا من يقف وراء هذه المجموعة فطبعا يعني استغربت هذه المسائل هذه قلت أنا لا صلة لي بالأمر ولا علم لي به أصلا حتى سمعت به كأيه الناس يعني عدت لسكيدة ففورا وصلت خرج شعر خبر بأنني موجود فدعيت للتحقيق وكان موضوع التحقيق هو كرونولوجيا حديث عن كرونولوجيا السفر يعني متى سفرت لماذا سفرت وبمن اتصلت وكلام تحقيق من أمني من طرف المصالح الأمن طويل وعريض ثم استحقيق دائما صابيحة كاملة ثم أطلق صراحي فاستأنفت نشاطي بعد حوالي أسبوع أو أقل من أسبوع انتقلت لأنني كنت في العاصمة لأننا في يومها كان لنشاطنا نشاط يعني يومي ما كنا نتوقف عن نشاط وحيانا يعني يكون عندنا ثلاث نشاطات أربع خمسة أو ممكن حتى ثماني نشاطات في اليوم ممكن حتى أكثر بين محاضرة وندوة واجتماع مثلا تنظيمي وبين وهكذا يعني نشاطات فكنت في جامعة الخروبة كنت مواقف مع الشيخ عباسي ماذا هنا كنا واقفين في الجامعة الخروبة نتحدث فإذا أرى أحد إخواني من سكيدة قادما فتوجست أني قال واحد شرا قلت أكيد وقع شيء لماذا أتى بهذه السرعة يعني ففعلا وصل إلي قال لي الأمن يبحث عنك في سكيدة قد ذهب إلى البيت ودخل إلى البيت وفتش البيت في كل زوايا البيت وهو يبحث عنك والإخوة بعتوني حتى يحذرك أحذرك يعني فكان أول من استشرته طبعا هو عباسي مديني لأنه كنا سواء قلت له السيد يقول كذا وكذا ماذا تقترح فاقترح علي الخروج من الجزائر فاطمأنت نفسي لهذه النصيحة نصحت شكرته ثم ذهبت وقررت قبل أن أتصب الأمن لأعرف السبب أن أمر على بعض المراكز الأساسية لألتقي مع إخواني المسؤولين هناك وأتشاور معه فبدأت ببسكرة وكان الأخ المسؤول هناك في بسكرة هو أخ يسموه إبراهيم عشوري ورجل فاضل وأستاذ متواصل دارس الشام فتحدثنا في الموضوع أيضا فكان علىه نفس الرأي أنه لعل الأفضل أن تخرج من البلد لأنه كانوا من قبل دائما يسعبونني بالتحقيقات ودار هذا مسلسل متواصل ستظل حياتك باستمرار في المخافر الأمن هادي فشكرته ثم صعدت إلى باتنا فاجتمعت بأخي حسين مشومة وهذا كان عوض مؤسس كما ذكرت وهو أقرب الإخوة المؤسسين لشخصي لنفسي يعني فجمع لبعض الإخوة المسؤولين منهم الأخ عراب حواس رحمه الله وهذا أيضا كان أحد الإخوان الأساسيين عندنا المؤسسين العمل في منطقة باتنا فتحدثنا في الموضوع وكان لهم نفس الرأي إذن كلهم ينصحونك بالمغادرة كلهم نصح بالمغادرة فذهبت إلى قسنطينا فاجتمعت بالأخ عبد القادر بخمخ وعوض مؤسس وعوض في القيادة في المكتب الوطني يعني فتحدثنا فتحدثنا أيضا في هذا الموضوع مطولا فكان له نفس الرأي لكن صبح الله نفسي مطمئ لأنه أنا أعرف أنه لا يوجد شيء أنا لا علاقة لي بهذا لكن الأجواء بشكل عام في ذلك الوقت في الجزائر هل كانت أجواء يعني فيها اضطهاد فيها جعلهم كلهم يجمعون على هذه النصيحة نوعا ما كان أجواء حاقي لأنه مرحلة الشيء المجديد الأولى هي مرحلة صراع مرير مع المصالح الأمن مصالح الأمن تحرك تحرك واسعا في موضوع الاعتقالات والتحقيقات والاستنطاقات وما إلى ذلك وفي موضوع المراقبة ومتابعة الناشطين يعني الإسلاميين على وجه الخصوص هذا الجو كان موجود الحقيقة وربما هذا الذي كون هذه القناعة لدى هؤلاء الإخوان فقررت أن أنزل الاسكيذا وأن أتواصل مع الوالد لأعرف منه بالضبط ماذا حصل وفي نصف الوقت أستشير أخويني من إخوان الكبار لهم يعني في سن الأباء وهما الأخ واحد سمه علي العويرة كان من الإخوان الكبار في السن طبعا والداعمين بقوة يعني لنشاطاتنا وأعمالنا والآخ مسعس السيليني وهذا نفس الشي يعني وكلفته الله نسيت من كلفته بأن يحضرهم إلى مكان بعيد عن من الأنظار تموهنا يعني في التنقل في التنقل تموهنا فيه وغيرنا الطرق وغيرنا السيارات وغيرنا كده حتى نوفر نوعا ما جو آمنا يعني يحضر هؤلاء وهم آمينون على أنفسهم فعلا حضر هؤلاء حضرهم لي في مكان معين بعيدا عننا في ضواحي المدينة السكيدة يبدو عن المدينة في حدود ربما 12 حتى 15 كيلومتر فسألت الوالد فالوالد أخبر عني بالحسب القصة كيف جاءوا إلى البيت وكيف دخلوا البيت وكيف فتشوا البيت قلت له ما رأيك هناك من نصح بكذا وكذا قال أنا لا أستطيع أن أقول لك رأي في هذا الجانب أخشى أن أقول لك نعم سافر وتذهل القضية ربما بقضية بسيطة ويتمكن من الندم ربما من العمر وأخشى أن أقول لك لا سلم نفسك وربما أيضا يكون يبيتنا مكرا وأيضا كذلك يحصل يعني الندم لكن أخوين الأخرين لا كان موقفهم يعني وأوفق عملي ما فيه سألني سؤالا أنت ما الذي حصل بالضبط هل لك مسؤولية هل لك مشاركة فنفيت لا مسؤولية لي ولا مشاركة لي ولا علم لي قال لي إذن رأينا أنك سلم نفسك فاتفقنا على هذا الأمر ذهبنا إلى البيت في الصباح الباكر هيأت نفسي ونزلت إلى الله فتفاجأ الأمن أنا دخلت عليهم جايت سلم نفسك جايت سلم نفسك استفاجأوا فلا جاء هم أسبوعهم ويبحثون يعني في أماكن مختلفة فما كلموني قال لي أجلس هنا وبدأوا يهيئون أنفسهم ساعة من الزمن ولا أكثر وأنا جالس دون أن يحدثني أحد بعدين قالوا تعال معنا فنزلنا فاركبنا في السيارة أخذوا الطريق قلت تعال لهم ذاهبين إلى المحكمة لنقابل وكيل الجمهورية مثلا أو قادي التحقيق أو شي لا مشاو فاتوا طريق المحكمة قلت ذاهبين إلى السجن كيف يروحوا للسجن مباشرة هذا غير معقول فاتوا طريق السجن أخذوا طريق قسنطينة قلت أننا ذاهبون إلى العاصمة ففعلا وصلنا في العاصمة وصلنا متأخرا في الليل كم تقريبا المسافة المسافة خمسمائة حوالي وثلاثين كيلو وبينس كذا والعاصمة ونهار كامل من السفر ولكن الطرق يعني محدودة وفي نصف فالنهار كامل مش هنا في حد ربما ربما في حد العاشرة أو العاشرة ونصف وصلنا في حدود بعد المغرب يعني بعد نهاية العمل فأخذوني على الأصل المديني العامة ثم رجعوني إلى محافظة الجزائي الكبرى ووضعوني في السجن تلك الليلة فوجدت هناك إيرانيا في السجن ماذا تفعل هنا قبضوا عليه ظهر بطريقة غير يعني غير رسمية وبنت طول الليل لم أتألم أنم يعني لأنه ما في فراش أنا هو مجرد بلاط يعني أسمنت في الصباح أخذوني على المديري العمل الأمن قابلت لحافظ الشرطة الذي كلف بالتحقيق هو الحقيقة لما رأاني أنا أحسست أن خمسين فالمئة من التهمة سقط لأنك جاي مسلم نفسك جاي مسلم نفسك ثم أيضا مظهري وهيئتي ما هو مظهر وهيئة أنت أي إنسان فموضوع الحاديث كله حول الحرام أنك أنت متهم بأنك أنت من وقف وراء حالة الحرام كيف كذبوا الكذبة وصدقوها صحيح تيار اليساري كان نافدا و أنا كنت ذكرت لك من قبل صراعاتنا مع تيار اليساري فبالنسبة لهم يعني حاقدون و يستعدون السلطة بالسمرار أذاتهم في ضربنا هي السلطة لما تعوزهم الحجة و الدليل و القدرة على المنافسة و ما إلى ذلك يرجعون يديهم إلى السلطة فوقع التحقيق نص النهار نص نهار كله حول المسائل هذه ذا الحرام و ما الحرام والسفر إليهم والسفر وأين كنت هناك فقصة قصة أنا أتينا على بعض يقول معاليمها دام التحقيق تقريبا نص يوم في حدود منتصف النهار أو بعده بقليل أكمل التحقيق فقال لا تستطيع أن تذهب تريد أن نعيدك لأنهم قلقانهم كما أحضروني خفت من أنها يكون هناك تأخير في عملية الإعادة و أنا عارف بالولدين تركتهم على النار من على وعد يحترقان فقلت لا أخذ القطار و أذهب ففعل أخذ القطار و عدت إلى البيت فعندها أمام هذه الأجواء سقط مشروع العودة للدراسة في هذا في عام 1980 هذه في العام أنا عدت نعم عدت من القاهرة في بداية بداية جنوبي 1980 الحقيقة سنة 79 أشير فقط إشارة خفيفة إلى أنه عارف طبعا على المستوى العالم الإسلامي حدثين كبيرين حدث غزو الروس لأفغانستان و حدث الثورة الإيرانية و كان لهذين الحادثين أثرا كبيرا في إنعاش الصحوة الإسلامية في الجزائر انتعاشت بشكل جيد يعني أعطتها دفع أعطتها دفع نعم أعطتها دفع قوية فأحداث سنة 1980 كثيرة لكن باختصار طبعا باختصار ربما من أبرزها و في أيامها الأولى سنة 80 جاء الأخ مسلماني هنا بداية اتصال الحقيق والتعرف الحقيقي معه في القسنطينة فزار عبد الحليم ديب فأرتب الأخ عبد الحليم ديب عبد الحليم ديب الأخ السوري السوري نعم أرتب لقاء في بيته فتقبلنا هناك وتعرفنا هناك وهذا أول لقاء لكم مع جماعة الأخ محفوظنا أول لقاء مع أخ أنا ذكرت لك من قبل أنني لما أخبارني الأخ أنت ذهبت زرت بعضهم زرت بعضهم هناك وعرضت عليهم الخدمة فكانت فرصة تعارف جيدة تعرفنا على بعض البعض أنا كنا الحقيقة كان موضوع الوحدة هذه وحدة العمل الإسلامي لما عرفنا بأنه فيه جماعات كانت عندنا هي أولوية الأولويات كل من التقين به من جماعة من الجماعات أنصاروا ثلاث جماعات معناها نحن هو جماعة وجلخة وجماعة هنا محفوظ نحن يا رحمه الله أسمح لي نأخذ فاصل هنا ثم نستأنف الحديث حول هذا الموضوع طيب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شيخ عبد الله ما الذي دار بينكم وبين أبو سلماني في هذا اللقاء الأول من نوعه والله اللقاء الأول دار الأمر حول أولنا تعرفنا على بعضنا من هم وكيف دخلوا السجن وكم مكتوا في السجن وما هي ظروف حياتهم في السجن إلى غير ذلك مسائل متعلقة بالله ثم تحدثنا أيضا عن نحن هم سألوا من نحن فتحدثنا أيضا وعرفنا بأنفسنا وبأعمالنا ثم تحدثنا لماذا لا يتكون هناك مسائل جميع الشمع لماذا نتوحد لماذا هذه التعددية أليس لوحدة قوة أليس الله قد أمرنا بها ورغبنا فيها في نصوص كثيرة جدا يا أبي واليوم الحمد لله هناك فرص للتلاقي والحديث فلماذا لا نستغل هذه الفرص لتوحد الرجل الحق أبدى رغبة أيضا وأبدى استعداد وأبدى توعدنا على اللقاء حول هذا الموضوع في العاصمة وفي نصوص وقت الأخ عبد الحاليم كان حدث أنها سنة يومها حوالي 26 سنة ولم أتزوج بعد فلماذا لا تتزوج قال والله أنا ما عندي ما نعطي بعد لكن هل فيها مثلا أخت مناسبة عبد الحاليم قال لنا فيها أخت مناسبة وهذه الأخت هي من عائلة بسلماني ها هي من عائلة بسلماني وهو من يقوم بهذا الدور هو من يرتب هذا الأمر بحكم أنها من عائلته هي هو يكون ابن خالة أم زوجتي ابن خال عفوا ابن خال أم زوجتي يعني أبوه هو خالة زوجة خالة أم الزوجة والأخت كانت بالنسبة لهم هي العمود الفقري في العمل النسوي هي الأخت معولة عليها أساسا كانت في مجموعتهم كانت طالبة في يومها في الجامعة فأنا قلت لا مانع وكويس المصاهرة هي طريق للوحدة نعم قلت لا مانع ما هو المانع فأخذ الأخ بسلماني الأمر بجدية كذلك وقال سأحدث أمها وأباها وإن شاء الله لما نلتقي يعني يكون خيرا إن شاء الله وفعلا يعني بعد لا أذكر ربما ربما بعد شهرين أو ثلاثة تقابلنا هناك في العاصمة فعلا وتحدثنا حولها عمقنا الحديث حول موضوع العمل على توحيد الصف وجمع الشمل وما إلى ذلك لكن حديثا عاما وتحدثنا في الموضوع الآخر ورتب للقاء أيضا للتعرف على أبيها وتحدثنا معه وتحدثت معه لقاء كان ثنائيا فقط ما حضره بسلماني تحدثنا معه في هذا الموضوع وهو من حيث المبدأ وافق لكن علق الأمر على الرأي البنت وحصلت الموافقة فعلا وتم عقد الشرعي قبل ماي بل في ماي في بداية أوائل ماي ثمانين وانا يومها ايضا قررت الدخول الخدمة العسكرية لأنه مدمت لما أعود إلى مصر فلماذا تأخرت أخير يعني أخرت سنتين أصلا أن أدخل الخدمة العسكرية في ثمانية وسبعين فلابد مما لابد منه ايه لابد من ما لابد منه فأنا الآن في ماي ثمانين فإذا قررت أن أدخل الخدمة العسكرية فقدمت أنني جاهز لدخول الخدمة العسكرية كم مدتها الخدمة العسكرية سنتين كانت وفعلا جاءني الاستدعاء للدخول في ماي ألف وتسعمائة وثمانين في البوليد لكن قبل هذا كان في حدث مهم جدا لابد من الإشارة إليه وهم يعرفوا في الجزائر ما عرفه طبعا أصحابه بالربيع الأمازيغي حدث 20 أبريل ألف وتسعمائة وثمانين أنت تعلم بأن الجزائر ليست مشكلة من عرق واحد هناك الأمازيغ وهم مجموعات ليست مجموعة واحدة وأصناف هناك القبائل كمان يسمون وهناك الشاوية مثلا وهناك توارق في الجنوب وهناك قبائل وقلت شاوية وتوارق وهناك مجموعات أخرى يعني في منطقة هل الأمازيغ هما نسبة لعرق أم نسبة للغة هما نسبة لأصل انتحهم هذا موضوع سأتي إليه هناك شينوية منطقة عن نسبة إلى جبل شينوى في منطقة شرشال وهناك أيضا مجموعة أيضا أخرى لإباضية وهم أمازيغ كذلك ولهجتهم وهذه الهجات تتقارب مع بعضها البعض ولكنها تختلف أيضا في كثير من الكلمات والمصطلحات إذن هناك يعني الأمازيغ يضم كل هذه المجموعات تشكيلات الأمازيغ ورأي المؤرخين العرب جميعا دون الستناء من الطابري إلى ابن خلدون إلى المسعودي إلى حتى علماء آخرين يعني ليسوا مؤرخين ولكن كتبوا في هذا الموضوع مثل ابن الحزم الأندلوسي وغيره يعني على أن الأمازيغ هم عرب في الأصل يعودون إلى حمير نسابة زناتا كما يذكر البشير إبراهيم رحمة الله عليه عفوا كما يذكر مش البشير إبراهيم كما يذكر ابن خلدون رحمة الله عليه ينسبون أنفسهم إلى حمير فرواية جميع المؤرخين العرب أنهم عرب أن الأمازيغ عرب موجود لهجة الأمازيغية عندنا في الجزائر موجودة في اليمن فاليمن هناك نفس اللهجة نفس اللهجة نعم نفس اللهجة قبائل قبيلة يمنية تتحدث نفس اللهجة التي تتحدث موجودة في الجزائر الأمازيغ هي لغة قائمة بذاتها صح؟ نعم لكنها لغة قديمة تختلف عن اللغة العربية لا تختلف إلا أصولها عربية فيها ثمانع سعدي وهو أمازيغي شاوي مهتم بها خبير في الحقيقة في هذا الجانب ووضع قاموسا للغة الأمازيغية رجع أعاد الكلمات الأمازيغية إلى أصلها العربي في آلاف الكلمات رجعها إلى أصلها العربي وأثبت يعني بالبحث هذا اللغوي العلمي أثبت عروبة الأمازيغ وأصل أن اللغة الأمازيغية هي لغة عربية ولكن مع الوقت حرف نطقها حرف النطقها صار تنطق ب وكان تكتب قبل الفتح الإسلامي بالحرف الخط الفينيغية أو طب لماذا الدعوات القومية الأمازيغية مناحدة للعروبة فرنسا من فعل هذا فرنسا لما دخلت استعمرت الجزائر وجدتها وهي تعطب عنه قبل أن تستعمر هناك جيوش من الجواسيس قدموا لهم معلومات كافية حول الوضع في الجزائر وحول ظروف الجزائر وحول الجزائر وما إلى ذلك فلما دخلت دخلت وفي مشروعها أن تزرع الفتنة بين مكونات المجتمع الجزائري من أجل أن يسهل تسهل لها السيادة فهي التي اهتمت بالمور الأمازيغي ووكلت العديد من الخبراء جاءوا أيضا بعضهم كانوا من المستشرقين المبشرين في الظاهر بالمسيحية وفي الحقيقة كانوا أيضا دعاة فتنة يمكنون الفلرنسية ويمكنون ويحيون النعر الأمازيغية هم الذين وضعوا بأن بعض مؤرخيهم كذبا بأن أصل الأمازيغ أوروبي هم من أصل أوروبي وهم الذين كتبوا مثلا دوفوكو هذا المستشرق توفي سنة 1916 وضع قاموسا بالأمازيغية وترجم اللغة الفرنسية وسعى في إحياء هذه النعر بكل ما يستطيع لا فيجري كذلك المبشر هذا الشهير كان في الشام هو من قبل ثم جاء به الجزائر وكان له دور بارغ السوف الحقيقة أيضا عاملوا على إحياء هذه المسألة فرنسا عملت منطقة تيزيوزو خصوصا معاملة جد خاصة يعني ركزت عليها في نشر اللغة بشكل أكبر مثلا في محاربة العربية والإسلام بشكل أكبر هناك مثلا في اصطفاء الناس يعني أبناء المنطقة إليها بشكل أكبر من أجل أن تجعل منهم شبه ضارة يعني لإخوانهم هنا وهناك وطبعا الأمازيغ قاوموا يعني الحقيقة ومن أبرز من تصدى لهذه المسألة مثلا لا تذهبوا بعيدا حتى لا نغرق في هذا الجانب عبد الحميد بن بديس رحمة الله يعني وهو قبائلي من قبيل الصنهاجة بربري يعني بربري من قبيل الصنهاجة وهو خير من خدم العربة والإسلام وباعث النهضة بالاتفاق يعني وهو القائل شعب الجزائر المسلمين وعلى العربة ينتسب وله مقالات بارغة القوة في بيان يعني تلاحم المتين الموجود بين العربية والإسلام وكيف أن الإسلام بين العربية والأمازيغية عفو وكيف أن الإسلام هو الذي مزج بينهما وصهرهما وجعل منهما شعبا واحدا أمه الجزائر وأبوه الإسلام هذه بعبارته أمه الجزائر وأبوه الإسلام وهو الذي تخذ والشيخ البشر الإبراهيم هو الذي أيضا كذلك تصدى له ولكن فرنسا ظلت باستمرار تقف وراء هذه النارة سنة 1949 الحاكم العام الفرنسي في الجزائر حاول أن ينشي أو يقوي النزع البربرية ويوجد حركة بربرية لكن فشدت محاولة ظهرت الأول مشكلة ظهرها هؤلاء في سنة 1947 وكان منهم بالأسف يتحمد وهو حد زعماء الثورة الجزائرية كما هو معلوم وكان على رأس منظمة لوس فعقبه الحزب المنظمة عزلوه من رئاسة وتولى رئاسة بعده بن بلة يعني ولكن منذ ذلك الوحيين من 1949 وقع السكوت على هذه النعرة هذه عموما إلى غاية 1976 لما في 1976 عقدت ندوة وطنية للعربية ومن القرارات التي خرج بهذه الندوة الوطنية تعريب المحيط تعريب المحيط كان كلهم بأسماء الجنيرات الفرنسيين والمعمرين الفرنسيين وشوارع ومؤسسات وما إلى ذلك فخرج لما شرع في هذا بدأ الحراك البرباري من جديد أنه لماذا تسموها بالعربية ولا تسمى بالبربارية بدأ الحراك الأمازيغي من جديد وبدأت التحركات وفجرت سملة قنابل فجروا مثلا مقر جريت مجاهد ووضعت قامنا هنا وهنالك طبعا السلطة كان لها رد فعله وقامت باعتقال الكثير من هؤلاء وأثناء التحقيق كما ذكر لاحقا عبد القادر حجار معروف عبد القادر حجار هذا من شخصيات الأفلانية جبهة حلوطني وكان معروف بوقوفه مع التعريب ودفاية عنه التعريب حتى ربط بأنه كان هو رأس حركة التعريب في الجزيرة وهو سفير طبعا وهذا من الذين وضعوا أيديهم بقوة في يد الرئيس بوتفليقة ومسار معه وكلفه كسفير الآن هو سفير في تونس في الجزيرة في تونس رجل مثقف على كل حال ورجل له نرج سياسي ووعي سياسي يذكر في حوار له في جريدة بلك السلام ربما في هذا الوقت سنة 1990 يذكر بأن أثناء التحقيقات في الاعتقالات لمست من وضع القناة بالعفو في جريدة مجاهد وغيرها من المؤسس أعترف هؤلاء بأن من ورائهم فرنسا مدعوين من فرنسا وأن كولونيل فرنسي اسماه ولا أذكر أنا اسماه أيضا هو الذي جاء أتاهم بهذه القنابل لكن الحراك تواصل الحراك الأمازيغي تواصل ورافضا طبعا للتعريب ومطالبا بالأمازيغية وبالأمازيغية بالحرف اللاتيني لأنه بدلة أن يكتبها بدلا من أن يقتبها بحرف تيفيناغي لليه حرفها الأصلي لا تكتب الحرف اللاتيني ومن اشتغل على تطول الأمازيغية من الفرنسيين اشتغلو عليها بالحرف طبعا الفرنسي وحاولوا أن ينزعوا الكلمات الل должات عربية في اللغة الأمازيغية أو في اللغة الأمازيغية نزع��cing ذلك على أتا تورك مثلا في تركيا وهكذا تكرر نفس الشيء في اندونيسيا وفي ماليزيا نفس الشيء فرنسا هي التي انشأت أكاديمية للأمازيغية في الربع وستين في فرنسا وكل ما أعضائها فرنسيون ومعظمهم يقال تسعين في الممين على بحث على حسب بعض ما نشرته بعض الجرائد من أصل يهودي فرنسيون يهود كلهم وهم الذين يشتغلون على الأمازيغية صدر في ترك الظروف بيان رسمي رشرته يريد ليبيراسيون في شهر سبعة 1976 يؤكد ضرورة الاهتمام بالحركة البربرية ودعم الحركة البربرية في الجزائر خاصة وفي شمال إفريقيا عاما وهذا تدخل واضح ومكشوف لكن لكان للأسف لحراكهم هذا كانت فيه مظاهرات هذا تعربيع الأمازيغي في أفريل 20 أفريل 1980 مظاهرات في تيزيوزو رافضة للتعريب ومطالبة حقا حقا بالأمازيغية ولكن في الواقع هم كل هذا من أجل التمكيل الفرنسية لسي الله لا تكون العربية ولكن تكون الفرنسية في الاجتماعات الرسمية في الولاية في تيزيوزو مثلا أو في بجايا وهذا من الولياتين الأساسيتين يتحدثون أيضا بالفرنسية وتحدهم البعض طيب أنتم دعاة الأمازيغية لماذا لا تحدثون بالأمازيغية نحترمكم إذا تحدثتم بالأمازيغية لا يتحدثون بالفرنسية إذن ما هي نتائج هذا الربيع الذي حدث توقف موضوع التعريب وتراجع موضوع التعريب والآن متراجع طبعا وتوقف من وقتها عمليا توقف ليس توقف كل متدرجان ومهد الباب مرة أخرى للفرنسية فهم عمليا هدفهم من وراء هذا الحراك وهذا الضغط الأمازيغي ليست الأمازيغية وإنما الفرنسية قد نأتي نعود لهذا الموضوع في مرحلة التسعينيات لما السؤنف هذا الحراك وجاء موضوع في سنة أدون الفين ترسيم الأمازيغية في الدستور هم واقفوا ضد هذا أحزاب النواب اللفافاس جبهة القوى الاشتراكية وأولاد السيدي تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما صوتوا لصالح القانون أبدا وقفوا ضده من صوت له هو البقية من صوت على ترسيم الأمازيغية البقية ومنهم نوابنا فإذن الهدف هو الفرنسية هذا الأمر هذا طبعا يعني فتح نافذة أخرى من الصراع أمام التيار الإسلامي على اعتبار هو التيار الحافظ والحاضن والحامي والمحصن للإسلام والعربية ولهذا ذكرت هذا الأمر طبعا هذا كان شكل عامل ضغط ربما على من ينتسب لكم وللجماعة الإسلامية الأخرى من الأمازيغ طبعا لأنه عامل ضغط رهيب يعني مش ضغط بسيط عامل ضغط رهيب جدا خاصة في مناطقهم يعني الشباب الحركة الإسلامية في مناطقهم في منطقة تيزيوزو خصوصا ثم منطقة بجاية يشكل شوي أخف شكل ضغطا ولا يزال ولا يزال نعود لهذا لاحقا إن شاء الله لمزيد من التنسي فإذن بعدها جاء دخول الخدمة الأسكرية قبل دخول الخدمة الأسكرية هذا كان اسمه جعفر عبد الروسبة ناقيب الناقيب جعفر كان هو حافظ سياسي لمدرسة التي بعثوني إليها مدرسة ليفوري اسموها وهي هناك يتدرب مدرسة مسكرية ضباط الاحتياط نعم فجاء مع جامع كل الطاقة من المدرسة من ضباط وصف ضباط وحذرهم لأنه كي جاتهم القوائم طبعا فيه اسمي حذرهم بأن هذه الدفعة سيدخلوا فيها فلان أوف أي نعم ولا بد من كده حذرهم فربا ضرات نافعة الشباب الإسلامي ضباط اللي هو ضباط احتياط من الإسلاميين وتديين عارفوا أنني سأدخل فبدأوا يسألوا وبدأوا في الاتصالات طبعا وتواصلنا واجتمعنا خرجوا هو مهد لك الطريق مهد للطريق فعلا وخرجوا من المدرسة قبل يوم من الدخول واجتمعنا في مقهى في ساحة التوتو هذه ساحة مشهورة في البليدة واتفقنا على متى أدخل ومن ما هي الكتيبة الجمهرة التي أكون فيها ما هي الكتيبة التي أكون فيها وما هي الفصيلة التي أكون فيها ومن يكون قائد هذه الفصيلة من الإسلاميين خطر فيه بعض الإسلاميين هم قادة فصائل هناك فرتب الأمر بشكل جيد ورتب أيضا مع بعض صف ضباط لقدامى عاملين يعني واحد برسبة بمساعد وآخر برسبة رقيب أول نفس الشيء وهم كانوا من مصلين ومن فلان آتي فبالنسبة لهم فرحوا فرح شديد هذه مناسبة طيبة وفرصة سعيدة نعيشوا مع بعضين لبعض فترة من الزمن وهذا الذي حصل فعلا وأمضيت عامين عامين فلما دخلت دخلت وجدت كل الأمر مرتبة رتبوا لي كل الأمور فوضعت في قوله في كتيبة معينة في فصيلة معينة رئيسها رئيس الفصيلة أو قائد الفصيلة هو أحد الشباب أيضا الإسلاميين اسمه عياد عبد قدر عياد وعملت من أول يوم وكأنني ضابط أنا صف ضابط في نفس اليوم أخذت على مطعم الضباط ومقهى الضباط هذا لي هذا يعتبر اختراق كبير يعني في المؤسسة العسكرية لا تقبلهم مثل هذه المسائل طالب ضابط في نفس اليوم يأتي لمقهى الضباط ليشرب المشروبات مثلا هناك ولكن من يتكلم وأنا ذهبت مع بعض الضباط يعني وصف ضباط وأحطوا بي وكنت يعني فعملت معامل جد خصم من طرفي هؤلاء الإخوان وفعلا جوز ست شهر هناك باختصار طبعا فيها أحداث وأحداث لكن ست شهر قضيتها في هذه المدرسة لا ست شهر تدريب بعدين هما في نظامهم في نظام المدارس العسكرية هذه تعالى تكوين طالب الضابط لما يكون متفوق ويطلع الأول ياخد برتبة ملازم الباقية هي رتبة مرشح فقط هي الرسبة الخاصة بضباط الاحتياط هي رتبة مرشح لا يأخذوا رتبة ملازم إلا الأوائل في الدفعة فكنت ضمن الأوائل اسمه ماجور يعني فأخذت رتبة ملازم فلما أخذت كنت الأول وأخذت رتبة ملازم طبعا ما سكوني فلا كمدرب تبقى معهم تبقى هناك هم يحتاجوا مدربين فبقيت هناك في المدرسة طب أنت الآن بالفترة التي كنت فيها في الخدمة العسكرية كنت أيضا تدير شؤون الجماعة أي نعم ما توقف العمل فكنت كثير الخروج يعني في أوقات يعني ما في انقطاع تام لا ما وقع تذهب وتجي لا ما وقع انقطاع طبعا رتبة أنه وعين مسؤولون آخر مثلا العمل الطلابي في المتابعة اليومية كلفت الأخ مرز عيمي هذا قد أشرت إلي وأساكن يدرس هناك في الجامعة أيضا ورجل فاضل وصحب له فكة تنظيم جيد للحقيقة ودراسة ساعدته في هذا الجانب وترك فترة مسؤوليته على العمل الطلابي كانت فترة جد مهمة وكانت لها أثار بالغة الأهمية نجح في المحافظة على العمل الطلابي وفي تحسينه وتطويره في نفس الوقت يعني هذه شهادة أقوله برغم أن الرجل فيما بعد تركني يعني وانكفى على نفسه ولكن مع هذا هذه شهادة الحق ينبغي أن يقال كما هو وكان مع نائبه أحد الشاب طالب يسمى عبدالله أفور سعدي وكان أيضا طالب يعني تفرغ لعمله ودعوته رغم أنه كان طالب في كل طيب كل طيب لا تسمح الإنسان بالمزاوجة بسبب كثافة البرنامج فاضطر فاضطر إلى أن يترك تقريب دراسة وغير التخصص من الطب إلى الطب البيطري أقل يعني ربما يحتاج له الأكبر وكان أيضا كان عمود فقري كذلك في العمل الطلابي فيما بعد كلفته هو بالله بالعمل الطلابي طيب اسمحنا نتوقف هنا لننتهى وقت هذه المراجعة طيب لنا بقية حديث إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة